قال جمع الله الطب كله في نصف آية وأي طبيب عندك أسأل من النصة الآية الحقيقة الزكرة والسلف دي قوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا لو زول عملت ثلاثة حاجات دي ده بيكون عالج نفسه من الأمراض كلها تأكل مجع ناس اللي عندهم نصران وغرحة ومعرف شنو معيدة دي لأنه جعانين تلقى سودانهم زينة تعبان ما يفطر إلا ساعة ثلاثة وبيفول يهو معدت دي بتكون انتهت مرة واحدة وكلوا تأكل واشربوا ولا تسرفوا دي يقول لك الكثير لحد ما شفى قصة شنو أو تخن حتى لو ما بيسوا بلك الوراسة تخن يقول لك شنو يقول لك قصة المعدة الله قالوا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا أي دكتور دكتور بجد طبيب جد ومنصف والله يعلم إنه النص آية دي نص آية ما يا كاملة دي جمعة الطيب كله بعد ذاك بل في التفاصيل علاج العين النبي قال الكمأة ماءها شفاء للعين قال عليكم بالإثمد المروح عند النوم فإنه يجل البصر وينبت الشعر العسل شفاء لأي مرض قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بألبان البقر فإنه شفاء لكل داء وإنها ترم من كل الشجر الحبة السوداء دواء لكل داء وفي رواة شفاء لكل داء إلا السام العرانيين جعيانين عندهم حمى المدينة واكتوهوا المدينة النبي قال لهم أمشوا أشربوا من ألبان الإبل وأبوالها فشربوا فصحوا وسمنوا الزبابة لو وقعت في الإناء تغمس زيادة وتمرقة فإن في أحد جنحيه الداء وفي الآخر الدواء جاء تثبتتها سطبيب ألمانية وجماعة الأنكرون سكتوا